أهلا بكم يا شباب وخلونا في الفيديو ده نحل مع بعض على الاتomic physics و الradio activity شوية دولي اكساملز لبيبر فور أول سؤال عندنا جاء في جون 2009 question 11 بيقول لي A beam of ionizing radiation containing alpha port kids beta port kids and gamma rays is traveling left to right across the page وفيه magnetic field acts perpendicularly into the page يعني لو انا عايز اتخيل كده ان انا عندي فيه box كده فيه rock radioactive وبطلع radiation في ال direction ده وانا عندي magnetic field يعني كاني حطت north pole و south pole والماغنيتك فيل ده going into the page فانا عندي ال direction بتاع travel المافروض يكون كده بس الماغنيتك فيلد هيعمل deflection لل radiation دي طيب هو بيولي in the table below tick the boxes that describe the deflection of each of the types of the radiation as it passes through the magnetic field one line has been completed to help you الهوطى الالفا particles الالفا particles هو ألين نهاية it will deflect towards the top of the page يعني لو المagnetic field into the page والالفا particle ماشية لليمين by the way انا لو استعدمت فيلمك's left hand rule هقول ان مدام الالفا ماشية لليمين charge particle ماشية لليمين و positive يبقى فيه current معاها في نفس ال direction وفيه magnetic field into the page هلاقي ان فعلا ال deflection بتاعي towards the top of the page upwards towards the top of the page طيب الالفا بتعمل small deflection عشان الالفا particle الماز بتاعها كبير جدا فالفورس عليها مش هيعمل acceleration جامدة فمش هتعمل deflection جامد طيب البيتا particle لو ماشية لليمين يبقى فيه current عكسها current هيبقى للشمال and still magnetic field into the page لو استعدمت فيلمك's left hand rule هتبقى الفورس بتاعي towards the bottom of the page او بما اني عارف ان الالفا هتروح towards the top البيتا دايما بالdeflect عكس الالفا فهنا دلوقتي ال deflection هتبقى towards the bottom of the page وليه اصلا الاتنين عملوا deflection لان الالفا والبيتا وهما ماشيين بيعملوا current current جوه magnetic field هي experience of force وبجيب الفورس دا او الموشن بتاعته بي فليمينج's left hand rule طيب البيتا بتعمل large deflection لانها خفيفة جدا فالفورس عليها هيعمل acceleration جامدة فهتخليها تحود جامد طيب الجامة raised they carry no charge فلو انا ببشيها في magnetic field مش هيعمل اي effect عليها فمش هتعمل اي deflection خالص طيب طيب انا دلوقتي الالفا بورتكل كيتماشي كده وحصل لها deflection towards the top of the page لما كان فيه magnetic field into the page طيب انا عايزة cancel الالفا بورتكل تامشي straight طيب الالفا بورتكل وهي ماشية جوه المجنيتك فيل دا كان عليها force upwards وده اللي خلاها تدفلكت upwards ده الفورس from the magnetic field دلوقتي هو قالي ان انا حاطت كمان electric field ويش مينز ان انا حاطت مثلا اثنين plates parallel بعض واحد فوق واحد تحت واحد منهم positively charged واحد منهم negatively charged عشان يكنسل الفورس اللي الماجنيتك فيل دا عمله ويش مينز ان انا لازم الفورس بتاعي يكون لتحت ده الفورس بتاع الالكتريك فيلد طب لو انا فكرت الالفا بورتكل is a positively charged بورتكل يعني لو انا عايز اشدها لتحت لازم اخلي تحت negatively charged وكمان ازقها من فوق بان انا اخلي فوق positively charged فانا عندي دلوقتي فوق positive وتحت negative يبقى اكيد الالكتريك فيلد مشاور من ال positive لل negative downwards وده الانسر بتاعتي اقول له ان هي towards the bottom of the page كأني حاطل plate فوق positive و plate تحت negative فالاللكتريك فيلد direction مشاور من ال positive لل negative لتحت عشان الالفا بورتكل اللي يتعمل عليها force تحت من الالكتريك فيلد يكن سل الفورس اللي هو الفو من المagnetic field كليان شوف of neutrons فانا اقول ان انا عندي دلوقتي عدد ال neutrons مختلف او by the way ممكن اقولها بدل number of neutrons ممكن اقولها ان هي nucleon number لان انا لو عدد ال neutrons اختلف او عدد proteins اختلف كتوتل على بعض الاثنين بلاس بعض اختلف يبقى كده ال nucleon number عمتا اختلف طيب question c بيقول لي an atom of one of these isotopes is unstable and decays into a different element by emitting a beta particle البتا بورتكل كاد بتحصل بان انا one neutrons بتتحول into one proton فعدد ال neutrons بيقل بone عدد ال protons بيزيد بone لكن عدد ال nucleons اللي هو mass number بيفضل زي ما هو لان هو التوتل بتاع protons وي neutrons وكتوتل ما تغيروش انا بس هي واحدة الابت من one type into another type طيب بيولي state one thing about the atom that remains the same during this decay اللي هو ال nucleon number ده اللي ما بيضغيرش طيب state one thing about the atoms that changes as a result of this decay ال proton number increases باي one دي الانسر هيا نروح لquestion تاني جاء في november 2010 question 10 بيولي emissions from a radioactive source pass through a hole in a lead screen and into a magnetic field as shown in figure 10.1 طيب انا عندي دلوقتي irradiation شكلها هتروح من الشمال اللي اليمين وبعدين هتدخل قوة magnetic field والماغنتيك فيلد قال لي انه هو into the paper مش هاور into the paper طيب قال لي ان انا حطيت radiation detectors عند اماكن اسمها A و B و C بينين على الرسمة فوق they give the following readings 32 counts per minute 543 counts per minute 396 counts per minute لما كان السورس موجود بعد كده بيولي the radioactive source is then completely removed يعني مفرود مي راش اي حاجة بها and the readings become 33 counts per minute 32 on the A 30 counts per minute 543 on the B 31 counts per minute 396 on the C طيب هو بيولي إيبا explain why there are still counts being recorded at A and B and C even when the radioactive source has been removed يعني مع اني مفيش the radioactive source of radiation يعني كراك راديو اكتف مثلا حاجة راديو اكتف موجودة في الروم بس still I take readings طيب وليه برضو give reason يعني بيولي being slightly different ليه الريدنج دي مختلفة يعني ليه اصلا فيه reading وكمان ليه الريدنج دي مختلفة بقوله ان الريدنج دول اصلا مش بسبب ال radioactive source ولا بسبب اي حاجة radioactive غير ال ال background اللي في الكوضة فأولو الريدنجs are due to background radiation طب ليه بيتغيرو قوله background radiation d which is random and spontaneous the reason in the account the same number or same reading on it type question bb only from the data given did use the type of emission being detected if any at a at b and at c when the radiation source is present state the reasons for your answers i want to know a b c do or b or any types of radiation let's go back to the table and see what the numbers are present a was supposed to count the first 32 count the other 33 one and the source is present and the source is not present there is no difference in the numbers which means that in this case the source is present a only reads background radiation but only only hena back ground radiation you can only in an eyes are of intel a are if they are if till the answer d because reading did not change when the source is removed you did not change when the source is present from the first time i take reading of background just now let's go to the table and see b how did it happen b when the source was present can be read count rate high and when the source is present it can be read background radiation just which means that it was definitely a type of radiation that he had to be read alpha beta gamma so in magnetic field in B the radiation was released from the source and not straight which means that it is not a deflection so I will think of who is not a deflection in magnetic field alpha beta gamma the gamma is the one who is not a deflection فأقول له عند B gamma rays are detected since عشان هما أصلا ما بيحصل لهمش deflection since they are not deflected by magnetic fields ده اللي خلاني أعرف إن هي دي غاما طيب detector C عايزين نشوف هو بيدتكت ايه بالضبط طيب أنا عندي برضو detector C كان عنده رقم عالي قبل ما السورس يمشي وبعدين رقم واطي بعد ما السورس مشي يعني كان فيه radiation راحت عندي C طيب irradiation دي عملت bending لتحت أو عملت deflection لتحت فأكيد عندي force لتحت لو أنا جربت بفلميكس left hand rule وقالت إن أنا عندي magnetic field into the page وعندي دلوقتي irradiation دي ماشية to the right لو كانت ماشية to the right وcurrent to the right كده يبقى دي positive يبقى كده أنا بتكلم على alpha يبقى أنا لو استعدمت فلميكس left hand rule ويبوينتد my middle finger to the right وشفت الفورس فين لقيت إن الثمب المفروض يشاور فوق لو كانت alpha particle عشان لو كانت positive الcurrent معاهن لكن لو أنا استعدمت الفلميكس left hand rule وعملت إيدي middle finger مشاور للشمال يعني current عكس الموشن بتاعة البورتكل يعني current النحية دي يبقى يكيد دي بيتا بورتكل هلاقي الفورس عليها تحت زي ما كانت الكيس عند C ال radiation نزلت لتحت يبقى أكيد أنا بتكلم على بيتا بورتكل طب كان فيه طريقة تانية برضو أعرف بيها إن دي بيتا بورتكل لو تاخدوا بالكم مكان A بعيد عن B حتة صغيرة ومكان C بعيد عن B حتة كبيرة طب مين اللي كان بيعمل small deflection ومين اللي كان بيعمل large deflection اللي بيعمل small deflection ده كان الألفا لو كان في ألفا كان انت مفروض تروح عند A ودلوقتي large deflection بتتعامل بالبيتا which means إن اللي عمل deflection جامد وروح لC بعيد أوي تحت كده ده أكيد البيتا بورتكل فاحنا هنكتب أي حاجة من دول بس الأول بس نقول إن أنا عندي دلوقتي عندي C في بيتا بورتكل طب ليه أقول له using fleming's left hand rule the deflection the deflection is downwards for beta أو أقول له الإكس 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 التاني إننا البيتا rule وعرفت إن البيتا بورتكل المفروض تنزل تحت لأن البيتا بورتكل كانت ماشي يمين فالقرن شمال والماغنيتك فيلد كان into the page الينديكس ناحية البيج فمفروض الفورس عليها يكون لتحت والCD تحت الوريجنال بتاع الريديش أو أقول له إن أنا استخدمت الكون بتاع large deflection وال small deflection تكومبير ما بين ألف فأكيد اللي رح لسيد دا كان بيتا بورتكل مش ألف بورتكل سوال تاني جي فمارش 16 question 10 بيولي an iodine isotope 131 decays by beta emissions to an isotope of xenon عن دي state the number of each type of particle in the neutral atom بتاع iodine 131 or 53 طيب البروتون بجيب من البروتون number اللي هو اللي تحت 53 طيب النيوترون النيوترون هعمل الiodine nucleon number minus proton number يعني هعمل 131 minus 53 تطلع 78 neutrons طيب electrons في neutral atom أد البروتون يعني 53 طيب عايز ادي symbol in nucleoid notation للزين النucleus طيب الزين النucleus دا هجيبه منين هو قال لي ان انا بديكاي من iodine لزين لما بطلع beta particle طيب البيتا particle بتزود لي البروتون number بواحد يعني الزين دا هيبقى عنده تحت 54 بدل 53 وما بتغير الش nucleon number يعني الرقم اللي فوق هيفضل زي ما هو 131 يعني انا عرفت الارقام دي منين هو قال لي ان الiodine بيتحول لزين يعني انا هجيب الارقام بتاعت الزين من الiodine طب امت بطلع زين لما بطلع من iodine beta particle beta particle بتطلع بيننا النيوترون بتتحول لبروتون يعني عدد بروتون هيزيد بس still total number of nucleons زي ما هو فانا خليت الرقم اللي فوق زي ما هو ورقم اللي عشان من سهاش هعلم عليهم طيب بيولي a radioactive sample has a half-life of 50 minutes يعني مفروض الactivity تقل للنص كل 50 minutes بيولي the sample is placed at a fixed distance from a detector the detector measures an initial count rate from the sample a detector بيميجر حقتين الactivity plus ال background والactivity plus background detail 310 الactivity plus background ground مش بيولي on figure 10.1 plot suitable points and draw a graph يعني اوصل الpoints دي بلين لك count rate from the sample corrected for background يعني المفروض ارموف عمل minus background قبل محط الارقام في التابل بيولي as changes with time طب دلواتي انا دلواتي الانيش الاختيف اللي الدياني كانت كان 310 10 بس كان 310 دي متضاف عليها background ارجع كده واشوف background كام الاي 30 يعني انا المفروض اعمل 310 دي minus 30 في الاول عشان اعرف الactivity اصلا كانت كام لو عمل 310 minus 30 تطلع الانسر 280 and 80 ادور بقى فين 280 اللي عندي هنا لو شفتم ما بين 200 و300 في 20 division لو انا عايز اعرف 80 المفروض هتبقى كل اتنين divisions ب10 يعني دي 10 20 30 40 50 60 70 80 يبقى ده مكان اول plot طيب 280 دي بعد 50 minutes المفروض توصل لله half يعني هتبقى 140 وبعد كده 140 دي هتوصل له يعني هتبقى 70 وبعد كده هتوصل له يعني هتبقى 35 and so on طب هشوف انا عندي دلوقتي كان موصل لي لغاية 160 minutes وال time اصلا بتاع اله half life كان 50 minutes فخلينا نعلم كده كل 50 minutes ادي ال50 الاولانية ادي ال50 التانية عند 100 وال50 التالتة عند 150 minutes يبدو للاماكن اله يبدو انا هعدي على 3 half lives في الغراف ده طب 3 half lives عملوا لي ايه نقصوني من 280 لي 140 ادور على 140 ادي 110 120 130 140 وروح اشوف 140 دي مع ال50 فين بالضبط الاقيها هنا يبقى دي تاني point طيب تاني half life وصلتني لي 70 لو نقول 100 minus 10 يبقى 90 80 70 هنا وروح مع 70 دي لغاية 100 minutes يبقى دي تاني plot اخر plot half life وصلتني ل35 طيب ادي 10 ادي 20 ادي 30 ادي 40 يبقى 35 في النص هنا و35 دي عند 150 seconds يبقى دي اخر plot عندي وحاول اوصل ما بينهم بSmooth curve ده مش straight line ده curve هخلي line smooth على قد مقدر مش مقطع مش مكسر انا طبعا صعب بالنسبالي عشان مش برسم على ورقة بس انتم مفروض تحاولوا كل شوية كده يعني ترسم line خفيف لو ما عجريكش تقدر تمسحه عشان كده برسم خفيف والline مش 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 exact line خلينا نكمل حل على الاتومic physics في paper 4 ومعنا سوال من جون 16 question 11 بي بسمث 214 is radioactive it has a half life of 20 minutes question AB only the nucleon the nucleide notation of bismuth is 214 4 83 تحت a nucleon or proton number عندي دلواتي state the composition of the nucleus بس of bismuth طيب النucleus ده هلاقي في قوائي هولو it has الرقم اللي تحت اللي هو 83 protons and أحسب الفرع بقى أعمل 214 minus 83 عشان عرف عدد ال neutrons كام عليهم 131 neutrons لما أجبتش سيرة الالكترون اللي بتلف حولي نucleus عشان هو اللي بس نعايز عرف نucleus تاع البسمث معمول من A وبعد كده بي بسمث 240 decays by beta decay to an isotope of polonium PO complete بتاع البيتا وسايبلي الأرقام بتاعتها فضية أنا مفروض حافظ أن البيتا فوق 0 وتحت negative 1 ومفروض كده أعرف أكمل ال equation لأن أنا هشوف 0 plus كام تديني 214 تطلع 214 و negative 1 plus كام عشان تطلع لي 83 تبقى 84 وأنا كده كده أصلا عارف أن البيتا بيزود بروتون نمبر تحت 1 وما بيعملش أي حاجة في نيوكل نمبر 4 طيب بيقولي the count rate from a sample of بسمث 214 is 360 counts per second predict the count rate for the sample after 60 minutes طيب أنا هنا عندي قلي إيه في السؤال لو افتكرت كده في أول السؤال خالص قلي أن الهاف لايف نفسها 20 فأنا أكتب كده أن أنا عندي half-life 20 minutes وعندي initial activity بتاعة السامبل كانت 360 وال final activity ده اللي أنا عايز أعرفه مش عارفه بكام وال total time بتاع experiment بتاعتي كانت 60 minutes أجن أنا ما عنديش final activity فأنا مش عارف هدفايد باي طول غير ما وصل بكام بس عندي half-life و total time فأنا ممكن عرف total time ده يعمل لي كام half-life فأنا لو عندي عملت 60 divided by 20 تطلع 3 half-lives فأنا هعمل divided by 2 3 مرات يبقى أنا هروح من 360 ليه نص 360 تطلع 180 نص 180 تطلع 90 نص 90 تطلع 45 وقف لأن أنا عديت على 3 half-life عملت divided by 2 3 مرات final count rate 45 وكتب اليونت كما كان كتب counts per second question دي بي ألي state 2 of the social and economic or environmental issues involved in the storage of radioactive materials with very long half-lives يعني هتفضل radioactive لفترة طويلة جدا أنا ممكن مثلا أول أن عندي دل وقت ال radiation دي اللي بتطلع ممكن to cause mutation expensive ممكن أول برضو كمان أن أنا عندي people will be scared to invest or live in the area but economic effect كلا شف سؤال 2 نغاف November 16 question 12 A nuclear equation below shows the decay of plutonium nucleus to an americium nucleus and a beta particle state the quantity that is represented by the letter z in the equation اللتر Z هو البروتون نمبر of بلوتونيوم طيب state the numerical value بتاعت Z المفروض اكون اعرفها لان انا حافظ ان البتا امفروض 0 و-1 فلما اعمل دلوقتي negative 1 plus 95 أو 95 minus 1 امفروض تطلع الزد 94 الناحية التانية لان انا لازم الارقام تحت تبقى balanced ما بين الright hand والleft hand side بتوع الارو بتاع النuclear equation طيب question b بي قولي the amelisium nucleus decay by emission of an alpha particle into neptunium طيب انا عندي دلوقتي ازاي اكمل الالكويشن دي انا مفروض حافظ الالفا particle مفروض فوق 4 وتحت 2 وهو داني symbol بتاع النeptunium اهدي NP طيب الرقم اللي فوق هو 241 minus 4 هتطلع لي 237 والرقم اللي تحت هو 95 minus 2 اللي هي 93 لان انا الالفا particle بتطلع لي 2 protons هى proton numbers بيقلي ب2 وي النوكليون number بيقلي ب4 لان انا عندي 2 protons و 2 neutrons يعني 4 nucleons بيطلعوا من النوكليز طيب question c بيقولي the half-life of this amyrasium nuclide is 470 years دال half-life منشي نكتبه كده ك given 470 years دا given a sample of this nuclide contains 814 atoms دا عدد فانا ممكن اقولي ان انا عندي initial number of atoms كان 8 times 10 to the power of 14 طيب after some time 6 times 10 to the power of 4 انا رسي ان اتومs half-decade يعني الفينل number of atoms مش 6 انا عمل الدفرنس اللي يبقى الفينل باع عندي 2 times 10 to the power of 14 كان عندي 8 times 10 to the power of 14 وقال منهم 6 حصلهم دكاي يعني اتحول للماتيريال تانية يبقى الليمت بقي منهم 2 times 10 to the power of 14 فانا لازم اخد بالي من السؤال كويس طيب بيقولي كاكلت the time required for this decay يعني انا عايز عرف total time بكامل اجان انا عندي الانيشيال وعندي الفينل فاقول ان انا كان عندي في الاول 8 اعمل divide by 2 تبقى 4 اعمل divide by 2 تبقى 2 times 10 to the power of 14 عشان اوصل من الانيشيال للفينل number of atoms كانني بوصل برضو من الانيشيال اكتيفتي للفينل اكتيفتي بس ابتكلم على عدد اتومز مش البورتكلز اللي بتطلع طيب دلوقتي انا عديت على كام half-life في النص multi-divide by 2 مرتين وكل واحدة منهم كانت 470 years يبقى انا حعمل 470 plus 470 او 470 times 2 يطلع total time عندي 940 years كتotal time نروح لقوestion تاني قاف مارس 2017 question 11 بيولي عندي a radioactive source is placed 20 millimetres from a radiation detector as shown in figure 11.1 رسملي a source في LED screen وفيها حتة مخرومة بس عشان radiation تمشي منها ورايح لديتكتور وقالي 20 millimetres 20 millimetres يعني 2 centimeters by the way يعني الالفة تقدر توصل الالفة مش هتقدر توصل لو 5 centimeters وين air طيب بيولي the initial count rate recorded by the detector is 150 counts per second بيولي a sheet of paper is placed between the source and the detector a count rate recorded by the detector falls to 60 counts per second يبقى أنا دلوقتي لما حطيت الpaper وقاليت يبقى دا بيقول إن كان في alpha موجودة لأن الالفة بتقف by paper طيب with the paper still in place يعني الالفة لسه موجودة وcount rate less 60 a magnetic field is set up perpendicular to the direction of the radiation with count rate recorded by the detector falls to 20 counts per second طب لو الالفة ما بقوش موجودين عشان paper وقفتهم وأنا حطيت magnetic field أمخلى لي irradiation تحود فما وصلتش للdetector والreading بقى 20 معنى كده إن كان في حاجة بتحود by المagnetic field ومش alpha لأن الالفة كانوا وقفوا which means اللي الموجود عندي دلوقتي بيتا كان موجودة وحودت وكمان ممكن يكون إما في gama raised plus background أو background بس which means أنا ما عرفش إذا كان في gama ولا لا أنا ما عرفش 20 دي gama وي background ولا ده background لوحده ولا إيه بالظبط بس أنا عارف إن كان في alpha وعارف إن كان في بيتا خلتها تحود by the magnetic field ولي متأكد أنها بيتا لأن أنا كنت بيتا طيب قال لي معلومة زيادة إن count rates have not been corrected for background وإن background أصلا 20 counts per second إذا عرفت إن option ده كان غلط وإن اللي موجود دلوقتي background بس يعني gama مش موجودة فخلينا نشوف السؤال بقى بتاعه إيه دلوقتي تاع when he state the evidence that each type of radiation is present in or absent from the radiation emitted by the source طيب الالفا كانت present ولا مش present أو الالفا present والدليل إنها stopped by paper طيب البيتا كانت present ولا مش present البيتا كانت present والدليل إنها كانت deflected by magnetic field حويدت لما حطيت magnetic field الغامر is not present لأن الريمaining after removing alpha and بيتا was equal to background levels مدام اللي باعي equal background يباعكيد مفيش gamma في الموضوع question بيبي قولي determine how much of the original count rate 150 counts per second if any is due to each type of radiation طيب أنا لما كنت حطيت paper ال 150 ألت ل 60 فأنا مفروض أعمل 150 minus 60 أعرف اللي وقفه كام واللي وقفه دول كانوا alpha لو عملت 150 minus 60 يطلع لي 90 alpha طيب لو أنا عملت المagnetic field كان أصلي reading من 60 20 20 يبقى لو حسبت الفرق بينهم عرفت اللي حود وقفه واللي حود كان beta 60 minus 20 تطلع 40 يبقى البتا كان سببها 40 طب بما ان 20 اللي بقية دي اصلا كان تأد ال background يبقى اللي موجود من gama raise ولا حاجة 0 gama raise وال background نفسه كان 20 سؤال تاني جاف 17 question 11 بيولي عندي radioactive source is tested over a number of hours with radiation detector the readings are shown in table 11.1 عندي time بال hour عندي detector reading بيولي user readings to suggest a value for the background count rate during the test and to determine half life of the sample طب ال اول ال جزء ال من سؤال عايز ال background بي كام طيب لو انا عايز اشوف background احنا كنا قلنا ان detector مش بتقرأ اقل من background مش هتعرف تقرأ اقل من background وان background ده random process او random radiation بتفضل تزيد وتقل طب اشوف rate بتاعي كان عندي 324 وبعد كده 96 L بعد كده 39 L بعد كده 23 L 21 L 17 L بس رجع 21 وبعد 20 وبعد 19 وبعد 20 وبعد 18 يعني انا من اول 21 وانا ابتديت ابقى تقريبا constant وrandom فانا هاخد values دول وعمل لهم average فانا هاخد ال average بتاع 21 plus 17 plus 21 plus 20 plus 19 plus 20 plus 18 وكل دول اشوف دول عديت كام واحدة 1 2 3 4 5 6 7 هدفايد باي 7 يعني عملهم كلهم بلاس بعض ودفايد باي 7 يطلع ال background بتاعي تقريبا ال average background هيطلع تقريبا 20 counts per second اكتبها له كده 20 counts هنا per second طب ازاي با اجيب ال half life وانا عندي background في الموضوع قلنا step 1 ان انا اريموف ال background من اول reading يعني انا هعمل 324 minus 20 طيب 324 minus 20 تطلع 304 وبعدين step 2 ادفايد by 2 يعني انا هعمل 304 over 2 تديني 152 اجي ادور على reading هنا 152 او قريبا من 152 مش موجودة اعمل divide by 2 تاني 152 divided by 2 تطلع 76 برضو ابص على ال time table مش موجود في 76 طب اجرب انا ال table ده كان added عليه background لو انا عملت 152 دي plus 20 هتطلع لي الانسر 172 دي مش موجودة في table طب لو عملت plus 20 للي بعدها تطلع 96 اه لقيت 96 موجودة في table اهي طب 96 دي كانت حصلت في one hour طب انا عديت على كام half life في ال one hour دي انا عملت divide by 2 مرتين عشان اوصل 96 يبقى انا عديت على 2 half lives in one hour يبقى الone half life ب 0.5 hour بنصف ساعة مدام انا عندي دلوقتي عملت divide by 2 مرتين عشان اوصل لل reading انا عديت على 2 half lives لو ال2 half lives على بعض واخ دين one hour يبقى half life الوحدة منهم هي half an hour طيب خلينا نراجع تاني احنا عملنا steps اي اول step شيلت ال background من ال reading الاول اي تاني step عملت divided by 2 تالت step زودت background تاني على reading عشان اعرف بالcount rate على بعضه activity plus background كام لانه هو ده اللي موجود في table ال table بيرالي activity plus background عشان ارجع ال table ال boys لازم ارجع background تاني طب جربت اول مرة عملت divide by 2 زودت background مطلعش رقم موجود في بعدين زودت background طلعلي رقم موجود في table فعرفت على طول انه ده هو الvalue اللي انا عايز بس لما جيت اعمل الكلام ده لقيت نفسي عاديت على 2 half lives مش 1 half life question b بيقوللي عندي hydrogen 3 اسم tritium has 1 proton and 2 neutrons the nucleon number of tritium is 3 decays by emitting a beta particle وبيقوللي complete the nucleon equation to show this decay وال symbol بتاع x ده represents the nucleon produced by the decay يعني بعد ما الhydrogen ده هاي decay by emitting beta particle هيتحول لحاجة جديدة طيب هو قال لي ان انا nucleon number بتاعي عن D3 وقال لي ان انا با contain 2 neutrons من nucleons دول يبقى المتبقي من الثلاثة واحدة بس proton يبقى ده proton number بتاع الhydrogen طيب البيتا انا حافظها 0 و negative 1 طيب negative 1 plus كام عشان يطلع لي 1 اقول ان انا عندي دلوقتي negative 1 plus 2 يطلع لي 1 طيب 0 plus كام يطلع لي 3 الا ايها 3 يبقى دي الارقام يبقى كل واحدة من دول هتروح ناحية نيوكليوس طيب الاولانية خالص دي رايح ناحية نيوكليوس دير طيب اللي تحت شكلها قريب من نيوكليوس which means ان هي هتدفلكت هتبقى تجامد لان انا عندي ريبولشن دلوقتي طيب لو انا عندي دلوقتي الاخرانية دي ماشي بعيد خالص عن نيوكليوس دي مش هيحصل لها اي حاجة دي هتكمل ماشيحصل اي deflection نروح لquestion تاني في november 17 question 11 بي only question the radioactive isotope carbon 14 low 14 6 emits beta particles طيب as it decays the decay of carbon 14 produces an isotope of nitrogen state the nature of a beta particle and state where it is produced يعني بتطلع منين اولا هي one electron emitted from an unstable nucleus بتطلع من nucleus مش من الorbiting electrons بتطلع من جو nucleus لما neutron بتتحول proton طيب complete the nuclear equation for the radioactive decay of carbon 14 انا حافظ البتا 0 negative 1 0 plus كم تطلع للي 14 بتاعت carbon 0 plus 14 طيب negative 1 plus كم تطلع للي 6 لازن تكون 7 عشان 7 minus 1 تطلع للي 6 اللي على الشمال question bb only the half-life of carbon 14 is 5700 years explain what is meant by the term half-life ايهو ال half-life ال half-life هو a time taken for the activity to decrease by half او هو a time taken for half the nuclei to to decay in a sample يعني اما اقول عدد seconds او time اللي انا محتاجه عشان activity بتاعت radio active sample او او اي حاجة اي material بال decay وال activity بتاعتها هتوصل للنص او اقول ان هي نص عدد النوكليار اللي فيها هاي decay ويتحول لمaterial time question c يقول عندي a workman operates a machine that uses beta particles to determine the level of liquid in a plastic water bottle that is being filled suggest why alpha particles are not suitable for the same purpose طب اش اش معنا بس الالفا مش هتنفع لانا الالفا has low penetration power it will not pass the plastic يعني مش هتقدر تعدي ان البلاستيك سواء اصلا المية موجودة ولا مش موجودة فمش هيعرفني اذا كان المية موجودة ولا مش موجودة دابل اي بي اولي gama rays are not suitable for the same purpose اولو ان gama rays have a very high penetrating power it will pass through the plastic and the water يعني ولا البلاستيك هيوقفها ولا الواتر هتوقفها فمش هيعرفني اذا كان دلوات موجود بلاستيك بس يعني البطل الفضية في المكان ولا في بلاستيك وواتر في المكان يعني الواتر وصلت للليفل فانا مش عارف امعيز برضو بال gama radiations سوالتاني غف 18 question 11 بيولي to ensure to ensure the safety of workers in laboratories where radioactive sources are used describe how radioactive materials الأول should be stored أخزنها في إيه 7 cm في الألف البيتا لازم بتكلم على 5 mm of aluminium أو metal question c بيولي state the type of radiation emitted when an americium nucleus 241 و95 بيديكي عشان يطلع حاجة البروتون نمبر بتاعها قلي من 95 ل93 يعني قلي بالتنين والنيوكلي النمبر بتاعها قلي من 241 ل237 يعني قلي باربع ده يبقى alpha particles يعني الالفا بتشيل من 2 protons أو 2 neutrons فالproton number هيقلي ب2 والنيوكلي النمبر هيقلي ب4 اللهم ال2 وال2 مع بعض يبقى 4 طيب a phosphorus nucleus 32 15 decays into a silicon nucleus 32 16 32 32 زي بعض النمبر ما تغيرش بس proton number زي بو 1 يبقى كده اللي طلع نوع بيتا particle ده اللي بيحصل لما بيطلع بيتا particle نشوف سؤال تاني جاف في جون 18 question 11 بيقول رادن 222 is radioactive it can be represented as رادن 222 4 و86 تحت و4 a neutral atom of رادن يعني عادة the positives at the negative عايز يعرف النمبر of protons النمبر of protons هو proton number 86 اللي تحت والنمبر of neutrons يعني حمل 222 minus 86 تطلع الانسر بتعطي في الاخر 136 دول عدد الneutrons اللي في nucleus طب النمبر of electrons لو أن neutral هو هو number of protons question بيبي قولي عندي رادن 222 nucleus decays by alpha particle emission to apollonium nucleus complete ال equation بتعطي decay of radon 222 أولا أنا حافظ الألفة المفروض أن هي 4 4 و 2 تحت هيطلع معها PO اللي هو البلونيوم والرقم اللي فوق المفروض يقل لبربعة يعني هعمل 222 minus 4 الانسر تطلع في الآخر 218 فوق وعمل الرقم اللي تحت minus 2 عشان تطلع في الآخر 84 تحت لأن أنا لازم الارقم تحت بالانس ما بين يمين وشمال الأرو والرقم اللي فوق بالانس يمين وشمال الأرو question c بيولي الردن 222 has a half life of 3.8 days ما بين هل 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 3.8 days وعند certain time this sample contains 6.4 times 10 to the power of 6 ردن nuclei ما بين الانitial number of atoms 6.4 times 10 to the power of 6 بيولي كيلي the number of alpha particles emitted يعني انا دلوقتي المفروض اعرف the number of atoms بكام وبعدين اجيب الاتنين دول واحد بالdifference عشان اعرف emissions كام اللي اغسرتهم كام اللي اتحولوا بكام يعني انا دلوقتي الانitial ده ده الموجودة طبيعية من الماتيريال قبل ما يحصل دكاية والفاينال ده اللي باقي منهم بعد ما حصل decay لو انا عملت الانitial مينس اللي باقي اعرف اللي تحول اللي عمله decay كام واحدة طب اللي عمله decay by alpha emissions فانا لو عرفت عدد اللي عمله emission يبقى انا عرفت عدد emissions وهو ده اللي هو طلبه بس قال لي معلومة زيادة ان total time بتاعي كان 7.6 days طيب بما اني مش عارف الfinial والانيشيال كارقام كاملة عندي بدلهم الhalf life وال total time يبقى انا اول step اعمل دلوقتي total time divided by half life عشان اعرف عندي كام half life لو عملت 7.6 over 3.8 يطلع عندي اتنين half lives حصل طب اتنين half lives يعني انا divide by 2 مرتين ال 6.4 divided by 2 تبقى 3.2 وال 3.2 divided by 2 تبقى 1.6 ده عدد اللي بقي لو انا عملت 6.4 minus 1.6 هعرف فيه كام واحدة حصل لهم decay وطلعوا alpha part فانا دلوقتي اخر حاجة عمد 6.4 minus 1.6 يطلع لي الانسر في الاخر 4.8 atoms او nuclei حصل لهم decay times 10 to the power of 6 طلعوا او حصل لهم تحول change من material لمateria وهما بي change ده برضو عدد alpha particles اللي طلعوا كل nucleus اتحول لنucleus جديد طلع مع alpha particles ودول عدد nuclei اللي طلعوا alpha particles كل واحدة فيهم بيولي carbon 14 is a radioactive isotope with a nucleon number 14 it decays by emitting beta particles use any data you need from figure 11.1 to write down the nucleide equation for this decay طيب انا عندي دلواتي معلومة ان الكربون البروتون number بتاعه 6 وهو سمى اللي nucleon number بتاعه 14 كاربون 14 يبانا عندي 14 ده ليه رقم تحت 6 ورقم فوق 14 وهيطل beta particle هو اللي قال لي كده في السؤال البيت انا حافظها 0 negative 1 يبقى اللي هيطلع من الناحية التانية حاجة معرفهاش unknown بس متأكد ان الرقم بتاعها 14 والرقم بتاعها تحت 6 plus 1 يعني 7 فانا هدور مين اللي البروتون number بتاعه هو بقى بيولي use data مش عرف A to write down a nucleide equation امتانا كاتب a nucleide equation بس نا اسلي بس active in nucleide notation symbol بتاع in nitrogen اللي هو الدهوني في التابل كان N question بيم سؤال بيولي a radioactive sample is placed close to a detector the radioactive isotope in the sample has a long half life the detector records a count rate of 597 counts per second ما لما حطيت sheet of paper activity كانت 602 هي في الأول كانت 597 بأت 602 ولما حطيت piece of thin aluminium بأت 598 ولما حطيت piece of thin lead irradiation قلت 510 واضح كده ان thin paper ما بيقصرش وان thin aluminium ما بيقصرش بس lead بيقصر شوية طب انا دلوقتي هل عندي alpha ولا ما عندي اش انا لو كان عندي alpha مفروض الpaper توقف يبقى not present alpha طب عندي beta ولا ما عندي الالمينيوم ما قلل ليش reading اش reading كانت زارت بواحد وتش من الالمينيوم ده ما عملش اي effect خالص حتى لو سين الالمينيوم كان مفروض يقللها شوية حتى لو مش يقللها كتير هيقللها شوية يبقى برضو not present بس بما ان اللد الللي reading بتاع 80 أو 90 counts يبقى كان في غاما radiation غاما radiation كانت present سوالتاني غاف march 19 question 11 يلي one isotope of iridium 194 is represented by IR 194 4 with proton number 77 this isotope decays by beta emission وعايزني اكمل nucleide notation بتاعة كل حاجة من الدول البتا particle انا حافظها zero و negative one الرقم اللي فوق ما بيتغيرش في البتا emission الرقم اللي تحت بيزيد بone يعني هتبقى 78 في double i بيقول the half life of iridium 194 is 19 hours وعندي sample of iridium has an initial count rate 1100 counts per minute وعايزني a calculated count rate من sample بعد 38 hours فانعندي دلوقتي half life 19 initial activity كان 2100 final activity دل انا عايز اعرفه with total time 38 hours مدام عندي half life with total time ادفايد 38 divided 19 عشان عارف عندي كام half life حصل الا انا عندي 2 half lives عدو which means ان انا هاخد 1100 وdivide by 2 اول مرة تطلع عندي 550 وdivide by 2 تاني مرة تطلع 275 ودي الانسر بتاعتي لان انا عديت على 2 half lives فانا هعمل divide by 2 مرتين بس وتبقى الانسر 275 counts per minute زي ما هو كاتب ال unit بتاعتي question b be only state two ways in which gamma emissions differs from البتا emission ايزار اف ايزار اما بين الاثنين دول اولا الگاما has no charge و البتا has negative charge الگاما is an electromagnetic wave والبتا is an electron دول differences في ال structure بتاعت الگاما و البتا هم عبر عن ايه انا بس اسمت المعلومات بتاعتي على 2 points عشان اخد 2 marks بتاعتي نروح لقوestion تاني جاف June 19 question 9 9.1 shows a beam of alpha particles moving towards a thin sheet of gold in a vacuum بي اولي detectors in the region surrounding the thin gold sheet detect the alpha particles and determine the number of alpha particles that travel in various directions state and explain what can be deduced from the following observations and majority of alpha particles pass through the gold sheet undeflected and are detected on the far side the deduction in most of the atom is empty space طب انا فهمت الكلام دا منين عرفت الكلام دا منين ان انا اصلا ال interaction او most alpha particles did not experience any forces ما حصلش اي حاجة ما حصلش فيهم اي حاجة يبقى غلبا ما فيش حاجة في سكتهم فاطلعو من غير ما اي حاجة تحصل لها او missed او they missed the nucleus طيب double i بيقول لي عندي اصمال number of alpha particles are deflected as they pass through the gold sheet يبقى ان انا عندي دلواتي there is a charged concentrated nucleus او core طب عرفت منين او اي ال explanation بتاعتي ان انا دلواتي ان الالفا particles are repelled by the positive nucleus مدام حويدوا يبقى اكيد في حاجة ازا اتهم بعيد يبقى اكيد عندي post of charge في النص والpost of charge دي كانت concentrated ليه عشان اصلا الاتوم معظمها empty space فلو معظمها empty space يبقى الpost of charge دي بتركز في حتة معينة طيب triple i بيقول لي عندي very small number of alpha particles are deflected through very large angles to return back يعني هيحصل لهم rebounding يبقى عندي دلواتي في very small and heavy core أو nucleus اننا عندي دلواتي ان الالفا particles collide with the nucleus and rebound question b be only a beam that consists of alpha particles and beta particles is passed through a region of space where there is a magnetic field perpendicular to the direction of the beam state two ways in which the reflection of alpha particles differs from the beta particles opposite directions alpha تروح في حتة والبتا تروح في حتة لأن بيعمله opposite currents لو انا عملت magnetic field بالindex finger بتاع flammings left hand rule و الابت direction بتاع middle finger اللي هو current عشان لو alpha والبتا ماشيين في نفس النحية الالفا ماشية يبقى معها البيتا ماشية يبقى عكسها يبقى انا هعمل opposite forces يبقى انا هعمل opposite deflections طيب حاجة كمان ان البتا particles have greater deflection بيحويدوا اكتر لأن الماس بتاعهم اقل بكتير خلينا نروح لسؤال تاني جاي في november 19 question 9 بيقول the chemical symbol of the element lithium is Li the proton number of lithium is 3 figure 9.1 is a representation of the nucleus of radioactive isotope of lithium طيب انا عندي proton number 3 ورسم لي 3 كور هاشت كده دول اكيد البروتون يبقى اللي باقيين دول اكيد النيوترون عشان قال لي ده nucleus بتاع الليثيون طيب النيوترون ما فوش غير protons ونيوترون وانا اعرف البروتون كم فايبقى اللي باقي دول نيوترون طيب نعد دول كم دول دول خمسة neutrons طيب بيولي write down using the nucleide notation اللي هو symbol that represents this isotope of lithium هو كان قال لي السيمبل نفسه ال اي وبروتون نمبر تلاتة طيب تلاتة وفي خمسة neutrons يبقى كله على بعضه تمانين يبقى ده التوتال symbol أو الكمplete symbol بتاع الليثيون طيب بيولي this isotope of lithium decays by beta particle emissions to form another nucleus عايزني اعجب اعجب figure 9.2 اللي هي تحت ترى ترى decay by using the same representation as figure 9.1 and in the space after the arrow draw a diagram of the nucleus formed by the decay عايز عرف بعد ما يحصل decay النucleus ده يكون شكل اي بالضبط أولا أنا كان عندي 3 protons ومفروض عدد protons يزيد بواحد طب ماشي أنا كان عندي كله على بعضه 8 1 2 3 4 5 6 7 8 منهم كان 3 protons المفروض يبار 4 protons فأنا هرسم له 4 كور hashed عشان دول ي represent protons والبقين هيكون هما هو اللي طلب مني أعمل كده وطلب سخيف بس ال포نت The name of the particle that is indicated to a beta particle on the answer line provided الأعمل النام of the particle المفروض هي electron والنطلب مني المفروض النطيق بس 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 0 و 1 question B بيقول لي عندي a radiation detector is set up in a laboratory where there are no radioactive samples on six separate occasions the detector is switched on for one minute and the background counts is recorded طيب أنا عندي دلواتي background عمال يتغير state-wise the readings are not all identical بيقول لي because background is a random radiation طيب دبل آي بيقول لي suggest a possible source of this background radiation إحنا كان عندنا في ستة أو سبعة sources ممكن أقول له مثلا إن أنا عندي living organisms radioactive gases radioactive rocks in the ground cosmic radiation جاية من برا البلانت nuclear power stations لو في موجود حوالي nuclear power stations الhospitals التي تستعد كيموثرапي أو radiotherapy عشان to treat cancer أي حاجة من دول تنفع طيب triple O بيقول لي a sample containing only one radioactive isotope is brought into the laboratory والحاف life بتاعة الائزوتوب ده كان 15 hours فنأكتب half-life 15 بيقول لي the sample is placed near the radiation detector in this laboratory الهو كان كلمني عليه ابلي كده في السؤال the detector is switched on and after one minute a count of 450 is recorded the sample is left next to the detector and the experiment is repeated 45 hours later that total time بتاعي the detector is switched on again for one minute we predicted reading بتاعتي المفروض تبقى كان بقى انا لو افتكرت كده هو قال لي في السؤال ان كان في background بس ما ادهنيش direct قال لي ان انا قريت 23 وبعدين 27 وبعدين 25 وبعدين 24 وبعدين 20 وبعدين 25 طب انا مطلوب مني اعمل ايه لما يقول لي حاجة زي كده ان انا اعمل لهم average اعمل لهم كلهم plus بعض ودفايد باي عددهم في الكيس دول دول 6 readings هلا approximate value بتاعة background 24 طب اعمل ايه لو انا عندي background هاخد initial reading اللي هو قال لي عليها اللي هي 440 واول حاجة اعملها remove background من 440 فانا هعمل 440 minus 24 طيب minus 24 تطلع الانسر بتاعتي 416 يبقى دي الانيشيال activity اللي كانت عندي 416 وبعدين افضل اعمل divide by two بس انا مش عارف اعمل divide by two كم مرة بس هو كان قال لي حاجة ال half life 15 with total time can 45 hours فانا من دول اقدر اميز عدد half lives لو عملت 45 divided by 15 تطلع 3 half lives عندي يبقى انا ها divide by 2 تالت مرات فانا اعمل 416 divided by 2 تطلع 208 وعمل 200 divided by 2 تطلع 104 واخر مرة تالت half life اعمل 104 divided by 2 تطلع 52 طيب 52 دي activity مش reading reading بتاعة count rate هتبقى activity plus background اللي انا كنت اصلا جبتها فانا اخر step يعني اول step عملت remove background تاني step عملت divided by 2 تالت step اadd background تاني لاخر حاجة عندي فانا هعمل plus 24 الانسر بتاعتي لما اجي اعمل 52 plus 24 تطلع 76 واكتبها لو بالunit بتاعتها الrecorded ما ليش unit فانا ممكن اصبها زي ما هي كدو وخلاص اخر اخر اخير 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 موضوع الولي ايزوتوب hydrogen 1 has proton number 1 and nucleon number 1 2 ايزوتوب الهيليم 3 and 4 الهيليم 3 has proton number of 2 and nucleon number of 3 والهيليم 4 has nucleon number 4 ما ليش proton number كام لانه مفروض الاتنين زي بعض عايزني بعد الوقت ايجب التيبل اللي تحت هيليم 3 عنده number of neutrons كام طيب هيليم 3 كان proton number بتاعه 2 و nucleon number بتاعه 3 لو عملت ده minus يديني ان neutron number بتاعي 1 طيب الهيليم تطلع 2 طيب النمبر of electrons بالنسبة ل neutral atoms انا عارف البروتون number بتاعه الاتنين اصلا كان 2 مدام عدد البروتون 2 وانا neutral يبعد الالتنين برضو 2 مش فرقة فانه ايزوتوب لان انا الاتنين ايزوتوب same proton number و same electron number برضو لو انا neutral طيب عايز يعرف المass compared to a neutral atom of hydrogen طيب النوكل number بتاع الhydrogen 1 يبقى النوكل number بتاع الهيليوم كام بالنسبة لل يبقى النوكل number اللي هو المass number بتاع الهيليوم الهيليوم 3 والهيليوم 4 هو برضو الارقام الهي بتاع 3 and 4 compare للhydrogen الهو 1 question b بولي in an experiment takes place in a laboratory shielded from all background radiation يعني ما فيش background a sample of radioactive material is wrapped in aluminium foil of thickness 0.1 millimeter a detector of ionizing radiation placed one centimeter from the foil records a reading type المفرود الالمينيوم وقف ال الف يبال بي رضا مش الف type a piece of aluminium of thickness 5 millimeter is placed between the detector and the foil the detector reading drops يعني 5 millimeters aluminium دول قللوا لي حاجة وقفوا حاجة طبما الالف particle أصلا ما كانتش موجودة لأن أنا كنت محاوط السامPLE بتاعتي ب aluminium foil يبال قلل بال aluminium ده ده كان beta particles يبال كان في beta particles بس drops to zero which means أن ما فيش حاجة تانية موجودة لأن background by the way قال أن ما فيش background قال أن shield experiment background معنى كده أن ما فيش gamma radiation فبيولi state and they explain any type of radiation passing through the aluminium foil طيب passing through the aluminium foil أولا البتا particle أولا ممكن أولا في الأول الألفا particles cannot pass through the foil and only beta particles are passing since they were stopped by the 5 millimetres of aluminium and no gamma since it should pass through aluminium كان ما فروض لو في gamma تعدي ناحية detector بس detector أرى لي zero معنى كده إن ما كان في gamma كده احنا خلصنا الـ examples بتاعة paper 4 في atomic physics والradio activity يريد تحلوا أسئلة الـ questions بتاعة الradio activity وال atomic physics في paper 2 وتدوني الأسئلة بتاعتكم وتبعتولي الحاجات اللي ويفت معكم ويفحب أفكركم في نهاية الفيديو أن النوتز والclassified بتاعت السيلابس بتوعي موجودين في مكتب أطلس أو في مكتب سمارت كهارد كوبي أنا عحط اللينك بتاعت المكتبات أو النمر التلفونات بتاعت المكتبات دي في الـ description بتاعت الفيديو ده محلول فيها كل حاجة بالتفصيل والديتيلز بتاعت الكالكليشن والديتيلز بتاعت الكالكليشن والديتيلز بتاعت الكلام اللي مفروض يكتب في الأسئلة الـ written العادية الـ theoretical mission اللي هي كالكليشن بس ويأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله